في الزمانات كان فيه طرقات بتمشي عليها. اليوم بعد فيه طرقات بتمشي عليها. بس صار فيه طرقات بتمشي فيك. إذا فدتوا على حيالها سوبر ماركت. على حيالها محل كبير. على حيالها مطار. في شي بيسموه تبيرولانت. أو درج إلكتروني. إلكتريك كهربجي. بتوقف عول الطريق. وبيمشي فيك الطريق للآخر. بتوقف عراس الدرج. وبينزر فيك الدرج للآخر. أو العكس. هذه الطرقات بالنهاية بتجمدك. صحيح عم بتحركك. بس أنت مش عم تاخد مبادرة. وعلى طول نفس المناظر. إلا إذا يوماً ما اخترعوا لك شيء إلكتروني يمرق. عيمينك وعشميلك مناظر. تصير تتنوع. بس بالنهاية. أنت جامد. بدل ما تكون الطريق جامد. وإنت المتحرك. عم بتصير الطريق متحركة. وإنت الجامد. بس مش قادر تحكم حركتها. وبالطرقات المعنوية عندك نفس الشيء. من أول تاريخ الإنسانية. من قبل ما يكون فيه هالسجادات المتحركة. وهالدرج المتحركة. كان فيه رغبات وشهوات الإنسان. يلي عوقات كتير كان يتركها. تحركوا متل ما بدها. إذا ما تكون هايدي الإسكالية إلكتريك. الدرج الكهربائي. والطريق الكهربائي. يلي كانت معروفة عند الإنسان من قبل التكنولوجيا بكتير. يترك الإنسان ميوله ورغباته تسيره. ويغرأ بنفس الأحاسيس الشهوانية مني زيتهم. شراها وجنس وشهرة ومجد ومال وما بعرف شو. مني زيتهم. من بداية التاريخ ورح يبقوا لنهاية العالم. وهو مشكلتهم أعيا من مشكلة الدرج الكهربائي والسجاد الكهربائي. لا بتنقطع الكهرباء ولا بتعطلوا. إلا بسبب مرض من الأمراض. هذا غير موضوع. لكن بيرجع يسوع بيأكد لك أنت بدك تبني طريقك. وبدك تسلك على طريقك. بدك تختاره. بدك تتحرك عليه متل ما أنت بتشوف مناسب. بده يستقفك هيدا المنظر وتوقف. بده يستقفك هيدا الإنسان وتوقف بعكس الطريق المتحرك إلى واحدة. يلي فيها ما فيك تقرر لا مع مين بك تلتقي ولا بيمين ولا أي ساعة ولا فيك تاخد كم لحظة أنت وإيه طريق اللي بتمشي بتحكمك. اختار دايما الطريق اللي أنت بتمشيها وقال معك.